هل strategically hanging with delight . Anthemile s need water, to stay alive هلأ شو بدي هل الحيوان هتضل حيشة بتحتاج واترIA air هواء food طعام shelter المأوى او الملجأ حتى تعيش فيه حتى انها تكمل حياتها او تبقى حية some animals can stay with us and live in or around our house these animals are called domestic animals هالحيوانات الدومستيك اللي هم حيوانات الاليفية هي الحيوانات اللي بتقدر تضلها معنا او بتعيش حوالينا او في البيت هم نسميها حيوانات الاليفية domestic animals here are some of these animals امثلة على domestic examples chicken dog cat rabbit goldfish we called house animals pets شو بنسمي الحيوانات اللي بتعيش في البيت بنسميها pets pets مثل القطة والكلب dog and cat نسميهم pets some animals live in different places but not in our houses most of them are dangerous they are called wild animals هلا الوالد المالز حيوانات البرية هي اللي بتعيش في مختلف الاماكن different places وما بتعيش في بيوتنا ومعظمهم بيكونوا خطرين خطرين هلا امثلة عليهم examples عنا shark crocodile eagle lion when our pets get sick لما يمرضوا الحيوانات الاليفة اللي عايشين معنا بالبيت we must take them to the animal doctor the vet بس يمرضوا حيواناتنا الاليفة اللي بتعيش معنا بالبيت بنوضيهم على دكتور البيتر او دكتور الحيوانات بنسمي the vet the vet هو الطبيب البيتري او طبيب الحيوانات color the pictures of domestic animals طبعا شو بنلون بنلون الحيوانات اللي فوق اللي هم الgoat والdog تمام هدو لدمستيك بنلونه اوكي rearrange the letters of the following words شو بنعمنا نغير او مرتب الاحرف اول كلمة واضح انها domestic والتانية wild we're gonna start with the second lesson which is domestic animals are useful هي فوائد الحيوانات او حيوانات الاليفة مفيدة useful مفيدة domestic animals are useful and we keep them on a farm اذا وان منحافظ عليهم هم مفيدين ومنحافظ عليهم وين بالفارم بالمزرعة some animals give us milk and meat اهمية الحيوانات الاليفة بتعطينا في منها بيعطينا milk حليب ميت لحوم او لحمة مثل مين like such as cow and goat some animals give us eggs وبعض الحيوانات شو بتعطينا eggs البيض like hens or chicken some animals give us wool وال هو الصوف بعض الحيوانات تعطينا الصوف مثل sheep some domestic animals help us in farming and other works وبعضهم بساعدنا بعمل زراعية او اعمال المزرعة مثل horse horse and donkey dogs are used to guard sheep and other animals in the farm شو بنستخدم الكلاب بنستخدمهم dogs لشو لguard sheep يعني حراسة الخراف and other animals in the farm ممكن يحرز كمان حيوانات الاخرى في المزرعة match between the animal and the suitable pictures منوصل بين الحيوان والصور المناسبة اول واحد هن منوصلها مع ال eggs والكاو منوصلها مع الميت والشيب منوصلها مع ال wool we're gonna start with vocabulary shelter chicken dog cat rabbit goldfish shark crocodile lion eagle pets the vet types of animals انواع الحيوانات هم domestic animals wild animals ممكن اجب لك اه مثلا املأ الفراغ بعض من حيوانات الاليفة مثل كذا كذا او البرية مثل شو ممكن اجب لك مثلا جدول احكي لك وان في حيوانات اه مثلا برية او وان في domestic animals حيوانات اليفة بتحكي لي مثلا ام بكتب لك فوق حيوانات وانت بتكتب لي تحت وين موجودين سواء كان wild animal or domestic animal uh domestic animals animals that can stay with us and live in or around our house حكينا الحيوانات الاليفة اللي بتعيش معانا او حوالينا او في بيوتنا example chicken dog cat rabbit goldfish chicken دجاجة او الدجاج dog kelp cat rabbit arnab goldfish سمكة الذهبية wild animals animals that live in different places but not in our houses most of them are dangerous حكينا ان الحيوانات البرية اللي بتعيش في مختلف الاماكن ومنها بعيش في بيوتنا ومعظمهم بيكون dangerous او بيكون يعني خطر امثلة عليه shark سمك القرش crocodile التمساح eagle lion الاسد pets شو يعني كلمة pets هي the house animals الحيوانات اللي بتعيشها بالبيت the vet شو يعني the vet the animal doctor هو الدكتور او الطبيب المسؤول عن معارس الحيوانات الطبيب البيتري right true or false نكتب صحة وخطأ wild animals can stay with us and live in or around our house بقدر الحيوانات البرية تعيش معنا طبعا خطأ false domestic animals live in different places but not in our house and they are dangerous حيوانات الاليف هي بتعيش في مختلف الاماكن بس مش في بيوتنا طبعا لا مش هو الهي الوائل فمنحط هنا false هلا اخر سؤال c هو بالخطأ مكتوب هون لازم تحت بالفلق we call the animal doctor as شو اسم الطبيب البيتري او الطبيب بساعد الحيوانات بنسميه the vet the vet the plant shark and crocodile are هلا السماك القرش والتمساح هو من ايش من صحيح من wild animals cat and dogs are القط والكلب هو من ممكن نحكي domestic animals ممكن نحكي pets عادة تنتنزح the house animals are pets the house animals are pets تمام ممكن نتلسن our vocabulary useful farm milk meat cow goat eggs wool sheep horse donkey farming the plank we keep domestic animals on ومنحافظ على الحيوانات ومنحطهم الاليفة بنحطهم بالfarm cow and goat goat give us شو بيعطونا الكاو والجوت بيعطونا milk and meat sheep give us شو بيعطينا الشيب بيعطينا wool horse and donkey help us in شو بيساعدونا الحصان والدونكي بيساعدونا بال farming dogs are used to guard sheep and other animals in the farm ممكن اجيب لك دوائر شو اهميت الحيوانات ممكن اجيب لك توصيل كل حيوان مقابله اش بياخد او اش بيطينا وهكده كتير بسيط وسهل موسيقى موسيقى